عند بحر الشوق فوق اليابس التقينا بطيور النورس أرجعتنا لصباحات المنا والأحاديث بعطر النافس يوم كنا إخوة في عزنا نصنع الحب رقيق الملمس تجد هذه الفتاة وقد مسخت نفسها كائنا آخر ثم بعد ذلك تزعم وتقول أنها تنتمي إلى هذه الهوية نحن لا نخرجها من هذه الهوية ولكن نقول لها إن هذه الهوية الهوية لا إله إلا الله والتي تأتي بعدها كل الهويات الأخرى أو مركبات الهوية الأخرى تقتضي منك سمتا معينا تقتضي منك نمط تفكير معين فالهوية التي يريدها الله عز وجل عند المسلم وجنسيته هي عقيدته هي دينه هي ما يصلح له في دنياه وفي آخرته ثم أختم بالقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الموضوع له موضوع الولاء البراء جعله مربطا من مرابط الانتماء لهذه الأمة إذا حافظ عليه الإنسان المسلم فهو من هذه الأمة ولما كان في مرحلة من المراحل مراحل الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الولاء الهجرة أنزل الله قرآن يتلى إلى يوم القيامة على الصحابة المسلمين الذين أسلموا ولم يهاجروا شق قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر لأنه في ذلك المرحلة كان من مقتضايات الهوية هو الهجرة من دار الكفر يعني من مكة إلى دار الإسلام من أجل تقوية هذه الدار وبنائها فنرجو نتمنى أن نكون هذا الموضوع صحيح شائك ومعقد أرجو أنني قد حاولت تبسيطه على حسب علمي واستطاعتي ما أصبت فمن الله ومن الله وحده وإذا أخطأت فهو من نفسي من الشيطان سئل أبو العالية رحمه الله قيل له ما معنى اهدنا الصراط المستقيم ما الصراط المستقيم وكان الجماعة قد بدأت بذرة الخلاف عن الصحابة تظهر قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر لما سمع الحسن البصري هذا الكلام قال الصدق أبو العالية ونصح في بعض الحيان نحن لا نحتاج الدرسا طويلا ولكن نحتاج أن نقول الكلمة التي ينطلق بها السامع مباشرة إلى العمل ويصلح بها نفسه وأحسبها إن شاء الله هذه الكلمة أتراني وفقت في ذلك إن شاء الله تعالى شوف الغيثرة هي ينزل والآن جمعة بعد صلاة العصر لعلها ساعة الإجابة أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا وأن يجعلنا ممن رضي عنه وأدخلهم جنتها ونسأل الله أن يحينا وإياكم حياة طيبة سعيدة مطمئنة مباركة ملؤها الإيمان ملؤها السعادة ملؤها العمل من أجل إعادة هوية هذه الأمة كما نسأل الله لأمتنا أن يصلح حالها وأن تعود كسابق عهدها أمة التي قال فيها الشاعر المسلم قال وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نسيم الوصل هذا مجلسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته من خلال هذه القناة الطيبة التي تبث عطورا وتستقي هذه البينات الكلمات الطيبات من مروج الله سبحانه وتعالى وددنا في هذه الصهرة أن نتحدث عن مقرؤاتنا فيما له سيلة بالهوية أنا العبد الضعيف أذكر أني قرأت كثيرا فيما له سيلة بالهوية كتب ودراسات وأبحاث وملتقيات لكن لفت انتباهي كتاب لا زلت أذكره إلى اليوم قد أكون متحيزا فليسامحني الرب سبحانه وتعالى لكن هذا الكتاب لأستاذ أجله وله علاقة طيبة بالجزائر هو الأستاذ عبد المجيد النجار هذا الكتاب كتاب راقي جدا صغير في حجمه كبير في محتوى عنوانه تمزق الهوية في تونس ما كنت أعتقد أن أرض الزيتون وأرض القيروان وجامعها الكبير أنها تعيش قصف وغزو فكري وحضاري في هذه الفترة القصيرة التي تبدأ من سنة 1881 وتنتهي باستقلال تونس في مارس 1920 مارس 1956 ثم بعد ذلك الجلاء النهائي للقاعدة البحرية في بنزرت في سنة 1961 بعد سقوط دماء كثيرة جدا مغاربية جزائرية وتونسية تحديدا تمزق الهوية هو حديث عن صراع نخب داخل تونس المعاصرة صحيح أنك لن تجد هذه المسائل هذه الصراع والاختلافات في تونس الأعماق وهي بنفس الصورة الموجودة في جزائرنا الحبيبة فلن تجد صراعا كبير جدا في أعماق سحرائنا بين اتجاهات فرنكوفوية بين عشاق فرنسا وبين من يتحدثون وينافحون عن العربية ولغة القرآن الكريم وذت أن تكون هذه البداية من مقرؤاتي أن تمزق الهوية ليس تمسألة سهلة جدا قد يعتقد الخلق أننا بمنأة عن هذه الصراعات وسراع الهويات وسراع اللغات الذي يطول كثير من بلدان العالم الثالث التي لم تستوثق بعد استقلالها بشكل جيد خاصة استقلالها اللساني واللغوي والحضاري وهي مسألة تحتاج مننا إلى فرصة أكبر ربما مما قام به أسلافنا أثناء ثور التحرير ربع وخمسين واثنين وستين أعتقد أنه من مقرؤاتي فيما أتى في كتاب الأستاذ عبد المجيد النجار أطلناه في أنفاسه وهو يمكن كل الاحترام بهذا الوطن الغالي الذي احتضنه في العاصمة أو في جامعة الأمير عبد القادر من خلال كتبه ومطبوعاته ودراساته وتأصيره لقفايا رائعة جدا عند ابن عرفة أو المهدي بن تومرت أو كتاباته عن الغرب الإسلامي وكذلك الموسوعة والراقية جدا المتعلقة بالشهود الحضاري وقد اتخذ نموذجا حركة نعتبرها جزائرية هي الحركة السنوسية لذلك تمزق الهوية في تونس أكيد تستطيع أن تسحبه على ليبيا على الجزائر على المغرب فنحن نعيش نفس ظروف تونس من خلال السراعات التي أحدثتها الصدمة الاستعمارية من أيام غزوها للجزائر وهذا الكلام تتحدث عنه مؤرخة كبيرة جزائرية يهودية هي لوسيد فالنزي سحبت الكتاب الشهير المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر وهي تتحدث عن الصراعات السياسية وغياب نخبة ثقافية وسياسية معدى البدايات الأولى ما بين 1830 و 1840 وكأنها تقول هذه السيدة الكريمة ونحسبها كذلك لأنها كتبت شيء الكثير جداً عن النخبة الجزائرية والنخبة التونسية تقول أن الجزائريون في هذا الفترة كانوا لا يملكون نخبة عالمة يمكن أن تدفع عن كيان وطن كيان الجزائر ويمكن أن تكون نموذج للتسامح كما تدعي هذه السيدة الأنتروبولوجية والمؤرخة لكن الثابت أن المغرب العربي عموم أو المغرب الإسلامي أو الغرب الإسلامي كما أنعته في أعمالي التاريخية كان قد عارف اضطرابات كثيرة جداً في فترة العقود على الأقل السبع الأولى من الاحتلال الفرنسي ثم بداية توسع الفرنسيين في أقصى جنوب الغرب مع احتلالهم من منطقة مالي والنيجر وحتى أجزاء من شمال نيجيريا ثم بعد ذلك الامتداد شرقاً إلى تونس وأطمعها الكبيرة جداً في طرابولس غرب وتم تعرفوا أيها السادة الأفاضل أن الفرنسيين يملكون أسلوب دعاية رهيب جداً ولذلك لهم القدرة على تسويد وجوه الناس ولهم قدرة على تشويه أخلاق الخلق من هذه الصورة التي نسميها نحن في وسائل إعلامنا تجفيف الينابيع أي الدعوة إلى تحطيم كل ما يمت بجذور ثقافتنا وحضارتنا بسلة فقد سعت الدوائر الاستشراقية ودوائر ومخابر البحث في العقود السبع الأولى 1830-1990 على تحطيم الطرق الصوفية التي كانت هي المحضن الذي يحمي الجهاد ويدافع عن اللسان العربي ويدافع عن القرآن الكريم وعن المتون الفقهية التي وصلت إلى غاية شروح شروح إلى الشيخ عليش ابن عاشر وكل هذه الثقافة الفقهية والقانونية التي كانت سائدة في الجزائر أعتقد أن تمزق الهوية كان موزج انطرقت منه للأستاذ عبد المجيد النجار وما سنقرأه فيما بعد من كتابات للفرنسيين أنفسهم مثل ما هو مكتوب حول المعلم الجزائري إيفانتوران لسراعات الثقافية والفرنسيون يركزون مؤرخون وعلماء انتروبولوجيا نساء ورجال يركزون على حاجة اسمها السراع الموجود في الجزائر بين المدرسة التقليدية ومدرسة الحداثة والمدرسة التقليدية هي التي تحافظ على الزاوية والمسجد والمسيد والمدرسة المسلمة ومن خلالها المسجد الجانع ومدرسة الحداثة هي هذه المدارس اللقيطة التي أنبتتها فرنسا في أرضنا الطيبة من تمراصة إلى بلاد القبائل العزيزة على كل جزائريين إلى قسنطينا إلى وهران إلى تيلمسان سواء كانت مدرسة شرعية فرانكو ميزيلمو أو مدرسة للتكوين المهني والتي لم يتخرج فيها إلا الصعاليك وشداد الأفاق أعتقد أن الفرنسيين يجب أن يبتعدوا عنه كثيرا لأن هؤلاء لا يريدون لنا الخير سواء قبل 1830 أو 1862 أو ما بعد 1862 أعتقد أن كل المصائب التي أتتنا وربما ستأتينا من الضفة الشمالية هوية كلها تحمل بذور تفتيت هويتنا وأنتم تعلمون أيها سادة الأفاضل ومن خلال هذه القناة الطيبة أن هويتنا الصلبة التي تقوم على القيم التي حددها الجزائريون من أكثر من 1400 سنة واستطاع أن يلخصها الإيمان العلامة عبد الحميد بن بديس هذا الرجل الرباني من خلال الإطلالة الجميلة الرائعة شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قلمات فقد كذب إلى غير ذلك مما يحفظ أبناؤنا في المدارس بإذن الله عز وجل وسيبقون على هذا الشعار الجميل الذي يحمي هويتنا العربية الإسلامية يحمي عقيدتنا يحمي فقهنا المالكي المتميز في كامل الغرب الإسلامي يحمي لساننا بشكل جيد الذي نافح عنه الصالحون الطيبون من رجال الإصلاح ومن رجال الحركة الوطنية المخلصة الاستقلالية أعتقد أنه نموذج تمزق الهوية في تونس ظاهرة موجودة عندنا من خلال الغزو الحضاري والغزو الفكري الذي كتبه منصفون باللسانين باللسان العربي وباللسان الفرنجي أو الفرنسي سمحي أجتاد هنا استطراد أو استمرار الكلام الذي كتبه فيه هل نقدرون نقول باللي مسألة الهوية أو الصراعات الضائرة حول الهوية هي قضية أو منتج استعماري بمعنى أنه هل هذه الأطروحات أطروحة الهوية كنت في حوار مع أستاذ أمين في المساء أنه فكرت أنه حتى مصطلح الهوية في الحمول الانتاعه الاجتماعية والثقافية الآن هو مصطلح داخل اللغة العربية المصطلح الهوية كان يستعمله المتكلمون الأصوليون المناطق بمفاهيم أخرى لا علاقة لها بالمفهوم الاجتماعي الآن والثقافي هذا السيد من المفهوم الجديد والمظامين الجديدة والحمولة الجديدة هذي هل كانت الأمة المسلمة بشعوبها وأقطارها تعرف هذا النقاش في حدود علمي لم يكن هذا الأمر مطلح النقاش على الإطلاع فهل نقدر نقول باللي أن الصراع حوض الهوية بكل التمثلات والمظاهر الآن الثقافية والإعلامية والاجتماعية وكذا هو منتج أو ثمر للاحتل بمعنى أن هذا القضية لود الاستعمار ما كان لها أن تجد بجزء نعم هذا كلام صحيح إذا سمح للإخوان الغرب يوم غزان في عقر ديارنا في غفلة منا وفي غفلة أسلافنا برغم أنهم قد قاموا بواجبهم في الجهاد حتى لا يلقون الملامتا في حوليات تاريخ أوطانهم لكن الثابت أن هؤلاء الغرباء حينما جاءوا كانت أهدافهم السيطرة على مقدراتنا الاقتصادية ولا يمكن ليتأتى لهم السيطرة على هذه المقدرات إلا بتفتيتي وحدتنا الاجتماعية وتمزيق كل ما يمت بسيلة إلى قوتنا وبالتالي نحن صحيح افتقدنا إلى البرود افتقدنا إلى الدبابة افتقدنا إلى الطائرة لكن كانت عندنا حاجة يسموها الذات الثقافية هذه الذات الثقافية هي جزء من مكونات الدين مكونات الإسلام مكونات العربية وإضافة إلى تقاليدنا القديمة جدا لهي النجدة والإفار وحماية البيضة وفهم وفهم مسؤوليتنا تجاه المولى عز وجل وتجاه الأسلاف وتجاه الأمة من المخاطر المحدقة لتمزيق أوطاننا عندنا نموذج سيء في تاريخ العالم هو النموذج الفرنسي يوم دخلت فرنسا إلى بلدنا بدأت في العقد الأول 1830 1848 إلى البحث عن أساليب تفريق الجزائريين فبدأت أولى أساليبها الشيطاني الخبيثة بحاجة يسميها الدكتور أبو القسم صلى الله رحمة الله عليه سياسة الصفوف أي تفريق الجزائريين من خلال انتماءاتهم الاجتماعية والوظيفية فإذا جاءت مثلا إلى العاصمة فيه وسكان المتيجة تقول أنت أندلسي أنت تملك صورة رجل متحضر بلباسك ولسانك وإلى غير ذلك هذا الآخر اللي هو الزواوي هذا براني هذا لا يسمح له بالدخول من بابعزون وبدأت بسياسة تفريق تفريق ما بين مكونات عناصر المجتمع الجزائري أنا أسميها هكذا في كتوبي هذا مزابي هذا شاوي هذا قبلي هذا الجلفاوي هذا عربي ثم بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة ثانية بحسب أمانت شيخنا دكتور صعد الله ولا تفرق بين هذا عربي وهذا قبلي هذه لم تكن موجودة في قاموسنا التاريخي صحيح أنه من أجل التفريق بين الجهات وبين الانتماءات القبلي أنه احنا كنا مجتمع قبلي والمجتمعات القبلي عادة تعرض للمنافسة والصراع احنا كنا بحسب إحصائيات 1867 حوالي 557 إلى 657 قبيلة كل قبيلة أكيد أنه عندها أكثر من 90% مما تشترك به أو تتقع من خلاله مع قبائل أخرى لكن في قصصيات في اللباس من خلال المكان في طريقة الأكل في طريقة الكلام في اللهجة هذه أشياء تدخل في باب التنوع الغير سيء لكن فرنسا استطعت من خلال هذه المكونات وهذه الاختلافات البسيطة بين القبائل على مستوى الجيهة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المناخ أن تدخل من خلالها كما يدخل إبليس بين المرء وزوجه فاستطاعت فرنسا أنها تبث نعرة تفضيل عنصر على عنصر ثم بدأت من 1833 في كيفية دراسة اللهجات وأسست في منطقة قبائل واحدها أكثر من 20 مخبر لدراسة حالة الإنسان الأهلي لانديجان وهذه المخابر بعد ثلاث عقود وصلت إلى نتيجة ومتوفرة ومنشورة في الأربية أفريكان المجالة الأفريقية تقول بل لهذا الإنسان الجزائري أو هذا الجزائري عفوا ما هو حيوان ما هو إنسان هو جنس ثالث بمعنى ذلك أنه أنسوفاش أنبريميتيف إنسان بداي يجب إبادته أو على الأقل طرده إلى حدود الليم كما فعل أسلفنا الرومان أي ما وراء بسكرة وبدأت طبعا هذه المسائل حتى في مسائل الممثليات المالية تفرق بين ممثل عربي وممثل قبيلي وممثل حتى المدارس وتقول بهكذا بلغة فرنسوية تقول الممثل الممثل المالي لمنطقة القبائل لا يطلبوا أصلا تخصيص ميزانية لتدريس العربية في منطقة القبائل ومن هنا بدأ التفرق مع العلم أن العربية والإسلام والزوايا زوايا العلم كلها كانت في منطقة أو معظمها كانت في منطقة القبائل ولذلك بدأت أيضا في ترسيم حاجة اسمها لهجة وهذه الآن موجودة عندنا في 2018 دعاة لهجة أنا نسمع كثير من الجزائريين المحسوبين على الحداثة والمعاصر والعلمانية والفن يقول له بماذا تخاطب أهلك يقول له جميكس بريم ان كابيل جميكس بريم ان عرب الجروع اي بوي ان فرانسي أنت طبعا لما تسمع واحد يقول كلام كما هذا معنى ذلك أنه فرنسا نجحت إلى حد بعيد لا أقول إلى حد ما وبدأت بدراسة لهجات انت تعرف بلي هذا المنطقة التي نسجل فيها هذا المنطقة الكريمة العصية منطقة كتامة خصصت لها أكثر من خمسين سنة من أجل ترسيخ حاجة اسمها لاج الجواجلة وخصصت لها البرامج والمدارس لكنها لم تنجح ولذلك أعتقد أنه دخول فرنسا من محاولة التشكيك وتفريقنا من خلال انتماءاتنا وهويتنا واتخاذ اختلافات القبلية نموذج للصراع العنف جدا هذا ما سجلته الأستغرافية الفرنسية وحتى كتابات كبار المؤرخين ليس فقط الكتابات الأنتربولوجية الاستعماريين كشارل فيرو لانت لما تقرأ إلى شارل أندري جوليان الذي يتخذ إلهنا عند كثير من الأوفياء الخدم الأوفياء للويوسير فيتار دولا فرنس كولونيال يعتبره حجة يعتبره نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وبالتالي فلما يتكلم على تاريخنا يتكلم على تاريخ أسود وهي نفس الصورة البشعة التي سجلت في كتاب ليون فيليكس في القرون المظلمة لشمال إفريقيا طبعا هذه الأشياء أكيد أنها فرخت تلاميذ من أبناء جلدتنا وهؤلاء التلاميذ هم الذين لا يزلون إلى اليوم يشككون في وجودهم في هذه الأرض الطيبة وليس فقط في مسائل اللغة واللسان والدين والعلمانية والحداثة والمعاصرة والمجتمع التقريدي الذي يوصف بشتى النعود سيئة مثلا أصحاب اللباس القديم يقول لك هؤلاء هم أصحاب العمائم والخيم القديمة كما نقوله ترونة رواتور ولا بالتالي ففرنسا دخلت من هذا الباب هي أشياء موجودة لكن عمقتها وأصلتها بلغة الفقهاء وستطعت أن تجد لها موضع قدم في تكويننا النفسي قبل تكويننا الذهني والمادي أعتقد أن الاستعمار إذا دخلها أنتم تعلمون قاعدته الشرعية فرق تسود ففرقتنا من أجل أن تبقى دائماً هي حامية حما شمال إفريقيا بل إفريقيا بأكملها وأن تكون دائماً هي البديل لخلافتنا في مسائل اللسان واللغة والدين والحرية وحرية التنقل وإلى غير ذلك من هذه الأشياء ليس فيه غير آيات الهدى أو حديث أو كلام قدسي حينها أنشدت شعاري فرحة ينسي ما الوصل هذا مجلسي